عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خلد عبد الغفار اجتماع لمتابعة مستجدات العمل بالمرحلة الثانية من منظومة ميكانة المنشأة الطبية وترخيص مزاولات المهنة للأطباء والمهن الطبية ذلك في إطار خطط الدولة للتحول الرقمي شهد الاجتماع متابعة آخر مستجدات العمل بمنظومة ميكانة ترخيص مزاولات المهن الطبية والمهن المساعدة وتأكيد الانتهاء من الأعمال الفنية تمهيدا لإطلاق الموقع الإلكتروني أمام المستخدمين مع الاتفاق على ضرورة تدريب العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص الطبية على كيفية التعامل مع الموقع الإلكتروني